بيتر ميمي مذهل وانا بتكلم بقى بجد بأمانة ارجع لبيتر ميمي في اول اعماله وارجع لبيتر ميمي او خد بعضك ويمشي المشوار لبيتر ميمي وصولا الى الحشاشين ليه تقول كده اقولك لانك انت لازم تشوف شكل التطور اللي حصل عند بيتر ميمي خلال الاعمال المتعاقبة سواء ازا كانت سيمة او دراما في التلفزيون انا بحب كلمة سيمة اكتر منها كلمة سينما علشان سيمة دي مصري بتاعتنا اوه احب السيمة زي الفيلم ايه فيتر ميمي مذهل في تطور وتطور سريع جدا وخطوات ثابتة جدا التفاصيل سواء ازا كانت في شخصية محمد يوسف التفاصيل اللي بيشتغل عليها محمد اللي بيشتغل عليها بيتر ميمي التفاصيل اللي موجودة عند الكريم عبدالعزيز التفاصيل اللي موجودة عند رجب التفاصيل اللي موجودة عند فتح عبدالوهاب التفاصيل اللي عملها يا احمد فايز فيه التصميم الانتاجي كله التفاصيل بتاعت المسلسل المسلسل مزهل في تفاصيله يا جماعة صنع مسلسل لما يركزه في التفاصيل الى هذا الحد وانا عايزك انت كمشاهد بعد اذنك ركز في التفاصيل دي ركز في التفاصيل وشيل من ذهنك ان انت بتتفرج على وثيقة تاريخية انت بتتفرج على دراما انسى دلوقتي التاريخ خالص وهرجع اقولك يا جماعة لعبد الرحيم مع الحفظ الالقاب ولا بيتر مع حفظ الالقاب ولا الشركة المتحدة مع حفظ المحبة قالوا احنا بنقدم موسيقى تاريخية قالوا من وحي تاني من وحي التاريخ يا جماعة يوسف شاهين عمل المصير وعمل النصر صلاح الدين محدش قاله تلت التلاتة كام انت بتقارن يوسف شاهين يا جماعة يوسف شاهين على عيني وعلى راسي وبيتر ميمي على عيني وعلى راسي وما قارنش ليه يعني هو مين اللي حط قاعدة وسنة انه لا يصح أن نقارن الاجيال الجديدة بالاجيال الاقدم طب ازيدك من الشعر بيت الاجيال الاديمة احلى من الاجيال الاقدم وفي حاجات كتير ولو في الاخراج انا ممكن اقول لك حاجات كتير اقول داود عبد السيد اقوى من كل الجيل اللي قابله دا عطاير كده اقوى بكتير بكتير